لها يعني أستاذ سمير أهلا بيك أستاذ خير يا أستاذ سوائل وحشف جدا الحلقات اللي سبايسي الجميلة دي بنخفل شوية بقى السياسة فبنبعد شوية ومع ذلك هتلاقي سهم لانتقادات ستوجه لكن أنا مؤمن دائما بما أقدمه وعارف أنه فيه هدف نقدمه منه أنجح منبر إعلامين الله يخليك يا أستاذ سمير تفضل طبعا أنا بحييك وبحيي تيوفك ولكني أنا عاتب على الأستاذ الكبير الأستاذ سمير ليه؟ لأن الأستاذ سمير اللي هارده حدك مستضيفي مع أكبر فنانة بورنو مهرت في مصر خليني أحفظ لا يعني هنا هي أنا بوصف أسنع مشاهدرك عشان ما أقومش وأسيب بقية الموضع أنت لازم تتقابلي اللي هيشوف أن الكليف يا أستاذ صحفية حنين الكلمات تنتقدت بس بطريقة كويسة أنت برضو من حقك تنتقد بس بطريقة كويسة دي واجهة نظر يعني انا مش شايفش تيمف ده هي وجهة نظر يمكن تقول ده بورنو مش فن مع وجهة نظر يقولي له لا ده فن مش بورن بس انا يا أستاذ وائل اتفضل لو سيد سميار انا اقول لحضرتك طبعا انا قريت اللي قالته على بتاع البيت ولقيتها عمالة قولك دي تصوير كان في شقة في صهرة حمرة وان البنت دي مش فنانة ولا نقابية وصهر تسترود للضعار لا انا ما قلتش كده قلت الموضوع ان انا ما ينفعش اتقرم بحد كل واحد دي تبقى انا بس قولت تعبير صهرة حمرة ده قلت ساعة ايوة ما دا ايوة انت حضرتك هي ملاش علاقة بالفن خالص دا اللي بلق بي محميها ضدك النهار دا استاذ سميار لو سمحت مش هابل الكلام ده وتسمعه يا يا مجيس هو هو كل ما حد يتكلم تقولي مش هابل ايوة لو فيه شتايم انا امنع الشتايم لا ما هي امنع الشتايم لا دي وجهة نظر استاذ سميار انا هابل اصمع حضرتك بس تكون بطريقة قوية دا وجهة نظر خلينا نكمل حاضر 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 فهي زعلانة من الاخت دي يعني فيديو كليب ياتيم بتقال عليها كل الكلام ده ومال انت اللي عامل اكتر من عشرين فيديو كليب وارضعهم اللي انت عاملاه وانا اتمنى الستاذ واقلي يطلعوا لا ما وانت بترقص انت ومامتك بقى ميس النوم برضو حاجة تديت يعنيني انا مش هابل اسمع الكلام ده حاضر وانت كل ما في حد يقولك حاجة لا مش هينفع انا قلت لحاضر يعني انت دينا كتالوج الحوار مثلا يا برديس تديننا الكتالوج حاضراتك حاضراتك ما تتعداش على حقوقي الشخصية لا هي مش شخصية مش هينفع مش طلعت للناس مش طلعت للناس استاذ سمير خليني في سؤالي خليني في سؤالي يا استاذ سمير هل الحل هل الحل خليني السؤال اللي طاع استاذة حنان شمان مثلا لو سمع كنت انا صادكتي وده كان ده حفلة عادي ما تقدرش تتعدى على حقوقي لا قلناها طلعت للناس ما بقتش حرية شخصية استاذ سمير خليني خليني تعالوا يا جماعة اركبوا استاذ سمير خليني في السؤال هل الحل ان انا اروح للمحاكم والنيابات ولا الحل ان انا اما اتجاهل ده اواسيب ده للمجتمع هو حيميز بين الغث والسمين بين الجيد والرديء اه ليه المحاكم والنيابات انا بوجه اللوم لمباحث الاداب مباحث المصنفات الفنية اللي بيطلع ده احاءات حركات جنسية في غاية البزاقة بتتعارض على الناس لحم بيتفننوا يعرضوه ازاي كلها عراء فعراء عملية لابد ان يتم ملاحقتها لان ده مجرر حصوص عاليف احكام طب ما انت لو قصت ده على الجميع بقى يا استاذ سمير ما البعض هيقولك لماذا لا تبدأ بالكبار تقدر تعمل ده مع صناع مسلسلات وافلام والله اي انا عملته حضرتك ما شفتش السيزون اللي فات في رمضان ما كان كله بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه يا استاذ واعل والابحيات والكلام الولايية هي ناس وناس تفضل يا استاذ واعل انا عملت كل الكلام ده وخدت اجراءات ضد العراء كله واخرها الاجراء اللي انا خدته ضد ريجاتا وما زال معروض عراء النيابة اه على اساس ان ابطال فيلم ريجاتا يعني لما خدرتك من تغطوم هيبطلوا يعني يشتغلوا ما تستمي انت بتسمعيني فلي موقف عن نفسي وعشان موقفي يكمل انا هطلع الكليبات بتاعة الابيوليق فنانا استعراضية هطلعها لان انا محامي محامي ايهان فانا فاهم ايه الفن الاستعراضي فدع بعد ما يكون عن فن الاستعراضي برضو سؤالي المحاكم والنيابات جابت نتيجة ما انا عايز افهم منك يا سيد سامي المحاكم والنيابات جابت نتيجة هل هل قضت على الفن القبيح على الابتزال ولا ربما اكسبته شهرة اكبر لا يا فندم ابتدت تقضي عليه وبدأت تطبق احكام قانون وبتبدلهم جلسات على الفعل العلني الفاضح والدعوة للفقور ومخالفة الاداب العام زي ما حصل في فيلم حلاوة روح يعني عايز روزي حدود روح السيادتك وريجادة لحد الوقت يتحقق فيه وفي البرومو بتاعه ومزالت التحقيقات وكله حيتحط لان احنا خلاص رخصنا قدام العالم كله اللي بيتعرض ده وبعدين بنرجع ونقول اين حقوق المرأة الناس دي رخصتنا قدام العالم كله العالم كله بقى بيوصلنا ان احنا رقاصات وعاهرات من كتر اللي بيظهر على الكليبات والرقاصات اللي بتتعامل دي والاغراءات والشفائي فؤاد للبقى وتطليع اللي كانت عم ده غلبه المصحب الشريف انا بانك اللي يعطيك كلهم كل ستاتنا اللي همش ركالة لاموهم يا استاذ سمير عشان كده جابولك صنف مستورد عشان يعملوا توازن حتة لبناني على حتة تركي على حتة هندي على حتة ام اعرفش من اين كوكتين لازم اعرفش اه لازم اتابع سمير صبري هنقضع الناس دي ازاي ونقضع الناس دي عند حدها ازاي استاذ سمير صبري شكر استاذ استاذ انت بتشكره الاول استاذ سمير صبري استاذ حنان شمان الف شكر انا انتخدتني بس انا محترمى رأيها استاذا جنجاعد منعا الف شكر استاذ اهلا اكتر في اشتراك شكرا